اشتركوا في القناة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبركات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك دعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر